بقيادة أمنية نسائية انطلقت في مصر حملة أمنية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة مدارس الإناث كانت منطلقا للحملة التي مثلت أولى ظهور للشرطة النسائية المكلفة بتأمين طالبات المدارس من التعرض لمظاهر التحرش نحن الصبح ننزل على أماكن دخول الطالبات في أي مدرسة في أي مكان على مستوى محافظة الطاهرة ما بين الدخول والخروج بنتوجه بقى الأماكن اللي ممكن يبقى فيها التجمعات حملة وإن بدأت بإمكانات محدودة في بعض مناطق القاهرة إلا أن شعورا بالأمان لدى الفتيات بدأ معها ولو بشكل نسبي فكثير منهن سبق أن تعرض لأشكال مختلفة من التحرش في ظل غياب أمني عن الشارع المصري خلال الفترة السابقة هذه بداية حملات أمنية يومية لمواجهة المتحرشين لكن العدد المحدود لقوات مكافحة هذا النوع من الجرائم قد لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة ولهذا يستعد هؤلاء الناشطون لتكثيف انتشارهم قبيل عيد الأضحى لحماية السيدات فالأعياد والمناسبات ذات التجمعات الكثيفة باتت بيئة خصبة لوقائع التحرش أما الفن الشبابي فقد وجه رسالة عداب قاسية للمجتمع لتقاعسه عن التصدي لهذه الظاهرة أحمد مهران سكاينيوز عربية القاهرة ينضم إلينا من القاهرة منسق حملة شفتي تحرش فتحي فريد صباح الخير أستاذ فتحي بداية هذه الحملات للشرطة النسائية هل يمكن أن تساعد على حل مشكلة التحرش في مصر؟ صباح الخير على حضراتكم وعلى كل سيدة المشاهدين في البداية نؤكد على أن التحرش الجنسي ليس ظاهرة بل جريمة يعقب عليها القانون المصري الآن حملات الشرطة النسائية غير كافية هي خطوة مهمة وجيدة لكنها ليست على المصاري الصحيح كما ذكر التقرير أن هناك عجز في تعداد القوات من الضابطات النسويات داخل هذه الإدارات بالإضافة إلى عدم تواجدها في عموم أقسام الشرطة ومدريات الأمن في النطقة الجمهورية هي حملات تطلقها مدرية الأمن على أبرز الأماكن أو المدارس التي تتلقى عنها بلغات عن وجود مضايقات للفتيات أثناء زيابهن وخرجهن من المدارس لكن هناك عوامل أخرى لم ترعاها تلك الإدارة أولا أن تكون الضابطات مؤهلات وعلى ضراية بسمات النوع الاجتماعي وعلى الأدبيات العالمية للمسواة بين الجنسين عليهم أن يكون لديهم خطاب توعوي إلى الأسرة التي تحرم النساء والفتيات من الإبلاغ وتعنفهن إن ذهبنا للإبلاغ بحجة الوصمة المجتمعية تلك الإدارة منذ عدة أيام قبيل بدء عيد الأضحى خرج علينا المدير العام لها وهو اللواء إيهاب مخلوف مدير إدارة متابعة اللواء إيهاب مخلوف من شرطة مكافحة العنف ضد المرأة وحمل النساء والفتيات مسؤولية تعرضهن للتحرش حيث قال على الفتيات عدء الابتعادة عن اللبس الصارخ الذي يصير حماس الشباب تلك هي العقلية التي تدير هذه حماس الشباب يعتبره نوع من الحماس يعني التحرش يعتبر ملابس النساء هي التي تستدعي المتحرشين هذا ليس إلا عنف ثقافية يمارسه مسؤول تلك الإدارة التي معنية بمناهضة العنف هو بنفسه يمارس عنف ضد النساء ولو ثقافيا ويضع مبررات للمتحرشين طب أستاذ فتحي يعني الأرقام غير رسمية تكشف وتتحدث بأن هناك 99% من النساء في مصر تعرضنا للتحرش أرقام مخيفة جدا أستاذ فتحي على الرغم أن هناك أصدرت قوانين تشدد عقوبة التحرش يعني لماذا هذه الأرقام المخيفة؟ هل القانون لا يعمل؟ القانون حتى هذه اللحظة مكبل للأيدي النساء يعزفنا عن الزهاب للإبلاغ لأسباب عديدة أبرزها اجتماعية وهو الوصمة المجتمعية التي تلاحق الناجيات من العنف حين يذهبنا إلى الأقسام والإبلاغ التعامل الأمني غير اللائق مع الناجيات في بعض الأحيان في دوين وأقسام الشرطة هو الآخر سبب في العزوف عن الإبلاغ عدم وجود دراية كافية حول الناجيات وكيفية التعامل معهم لدى الضباط والأفراد غير المؤهلين في التعامل ده كمان بيقلل من البلاغات على الشرطة النسائية أنها تجد أي ألية أخرى لعدم ذهاب النساء للأقسام عليهم أن هم ياخدوا منهم أسئلتهم وأجوبتهم على ظاهر العربيات في الشوارع زي بوليس النجدة زمان مش لازم البنت تروح وتتعطل ساعتين وثلاثة ما بين الإسم وما بين النيابة علشان تقول محضر كمان فكرة ثبوت أنها تعرضت للتحرش هو أمر مرهج جدا وغاية في الصعوبة على الفتاة المنتهكة في مصر أن تحضر ذلك المتحرش بالإضافة إلى اتنين شهود عدول وتذهب بيهم إلى أقرب مركز للشرطة علشان تبلغ عن الواقع أمر صعب جدا للغاية حتى مع الذكور مش مع الإنس بس كمان الدولة احنا التحرش الجنسي في مصر برز من 2005 تحديدا الدولة خدت بالها منه من الشهور القليلة الماضية كمان ما فيش إرادة حقيقية ولا سياسات عامة لدى كافة المؤسسات للقضاء على الجريمة كل التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا في مجال منهضة العنف الجنسي هي تدابير للتعايش مع الجريمة وليس للقضاء عليها طب يعني أفهم منك أنه في هناك محاولات سياسية من أجل التعامل مع هذه لكن الأدوات ربما التي تم اختيارها حتى الآن ليست هي الأدوات المناسبة لأخذ نتيجة فاعلة على الأرض أسألك ماذا عن التواجد أمام المدارس هل المدارس فعلا مدارس البنات أمامها هي منطقة فعلا خطر وهي هناك يحدث الكثير من التحرش بالفعل جميع المدارس والمعاهد والكليات التي بها كسافة عددية من النساء هن عرضا للمضايقات ولكافة أشكال العنف الجنسي التي يتعرضن له لكن كمان عموم النساء والفتيات في شوارع وميادين مصر العامة وكل الأماكن يتعرضن هن الأخريات لأشكال وممارسات مختلفة من العنف طيب الآن لا توجد إحصاءات حتى أنت قلت قبل قليل بأن الظاهرة موجودة أو الجريمة موجودة من 2005 لكن تم الاهتمام بها في الأشهر الثلاثة هذا الجهد البسيط واللي لديك عليه كثير من التحفظ ألم يأتيع بأي نتيجة ألم يكون هناك أي رادع حتى هذه الأخبار التي تشاع بأنه في جريمة في حبس لم تردع أحدا لم تخفف من هذه الظاهرة الرادع يحدث حين يكف والمجرمون عن ارتكاب الجرائم لكن استمرار المجرمون في ارتكاب الجرائم واستمرار السلطة المحلية في القبض وتحرير المحاضر وإصدار الأحكام القضائية عليهم ده ما بيعنيش على الإطلاق أنها بتنتهي أو في طريقها الحقيقي للقضاء على الجريمة محتاجين منظومة متكملة من حزم السياسات والتدابير العاجلة والفورية تتعلق بالإعلام وبالتربية والتعليم وتتعلق بالثقافة وبالإعلام الرسمي للدولة أن تعمل جميعا وليس بشكل موسمي من أجل بث رسائل توعوية تحد من انتشار الجريمة وعلى صانع السياسات والقامات الاجتماعية والمسؤولين التنفيذيين بهذه الدولة الابتعاد عن الإفصاح بجمل وعبرات نمطية تسيء إلى النساء وتشعرهن بالامتهان لكرماتهن وتجعل المتحرشين مبررات يستمرون في ارتكاب جرائم طيب هنا تحدثنا عن الرادع القانوني ودور الدولة أليس هناك دور للمجتمع المدني للعائلات ألا يجب أن يتحرك أحد آخر غير القانون والدولة طالما أن هذه الظاهرة متفشلة وخاصة بأننا نرى بأن الكثير من من يقوم بالتحرشهم يعني شباب في بعض الأحيان أقل من عمر الثمانية عشرة بالفعل المجتمع المدني هو الذي يحمل على عاطقه منذ البداية من 2005 وما بعدها العمل الميدني والعمل الضاغط على الأنظمة السياسية المتعاقبة من أجل تضمين مطالب الحركة النسوية بشكل عام وخاصة ملف العنف الجلزي تقدم المجتمع المدني بعشرات من الاقتراحات حول القانون وحول التدابير العجلة التي تحسن أوضاع النساء والفتيات تقدم بإطرحات حول إنشاء وحدات متكاملة للعنف ضد المرأة في دواوين وأقسام الشرطة تتشكل من ضابطة مؤهلة تتشكل من طبيبة نفسية بالإضافة إلى محقق من النيابة العامة وأحد أفراد الطب الشرعي بحيث أن الفتاة أو المنتهك حين تذهب للإبلاغ تنتهي من كافة الإجراءات فأقل وقت وفي مبنى واحد بدون أنها تفضل تروح وتيجي على أكثر من مؤسسة هناك خبرات عديدة المجتمع المدني بيحاول ينقلها للدولة أو للمؤسسات المختلفة لكن في النهاية بيعقنا عدم الإنصياع أو عدم الاستماع على الأقل ربما تقدم المقترحات ويحدث مناقشات ومهاطرات ولكن الذي يخرج على الملأ أو ما تنفزه الدولة وما تراه هي وحزب شكرا جزيلا لك منسق حملة شفتي تحرش فتحي فريد تحدث إلينا من القاهرة